النجاح في حياتنا محتاج حاجتين التجاهل والثقة هلو هلو يا مساء الجمال واستعادة عليكم يا أحلى أميرات يغاليين على قلبي يا أمارات وحشتوني كتير كتير يارب تكونوا في أحسن حال دايما كل أيامكم تكون خير وسعادة يارب اللهم أمين أهلا بيكم في فيديو جديد فيديو لسيدة هنقول عليها باربي بتعشق اللون الروز البناتي الحلو اللي كل البنات بتحبه تفاصيل بيتها وديكوراتها ومشترياتها وروتينها مع بناتها التوينز تعالي نشوف كل التفاصيل برحب طبعا بأحلى وداد من ليبيا وحشتيني كتير كتير يارب تكوني دايما بس في أحسن حال وكمان أحلى ندم من المغرب شرفتيني ونورتيني حبيبتي وكمان أحلى أم عزيز من تونس بجد وجودكم شرف ليا من أي مكان بتشفوني أنا بجد فخورة بوجودكم معايا وبحبكم جدا 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 بتنسوش لايكاتكم على فيديو النهاردة وتعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدوني بيها واشتراكك أكيد في القناة لو أول مرة تشكيني دي من الحاجات اللي هتساعدني سبسكرايب لي تحت الفيديو تنسيش تفعل الجرس على الكل وتكتبيه لي تعليق أرحب بيك إن شاء الله في الفيديو الجاي تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو وحنرجع تاني بقى الترتباتها في غرفة النوم والدريسنج روم وكل التفاصيل دي بس تعالوا ندخل على المطبخ أول حاجة طبعا اللي لازم كده إيه نشوف شوية التفاصيل الجميلة اللي فيه طبعا احنا يعني بصرف النظر عن المساحة بصرف النظر عن الديزاين بتاعه إزاي وتصميم المطبخ إزاي لكن شايفين إن هو باللون الأبيض يعني مطبخ طبعا باللون الأبيض دي من الحاجات اللي ممكن ناس تستصعبها شوية لكن طبعا هي محافظة على نظفته دايما وعلى جماله هناخد كمان شوية أفكار إزاي نقدر نعمل ديكورات يعني حتى لو مصحته صغيرة بس نقدر نحط فازات بأشكال مختلفة وشايفين يعني حطها تقريبا في كل مكان لو عندك بار في النص أو تربيزة تقدر تحط عليها فازة ورد وشموع وكمان كل الجوانب شايفين إن فيها كلها ورد بأحجام وبأشكال مختلفة كمان الحاجات الأساسية اللي بستخدمها زي الأجهزة حطى الخلاط وحطى العجان بتاعها عندك هند بلندر عندك توستر عندك أي جهاز مش شرط إن احنا دايما نكون مقفلين عليه في مكان نقدر لو انتي ما عندكش المساحة وحبا نلدي تحطيه على إيروخام عندك عاية ما فيش أي مشكلة بس ديفيله شوية ديكورات كده حواليه ورد أو أي حاجة بحيث إن نخلي الشكل كمان يبقى أحلى خصوصاً المطبخ يعني وقفتنا طول النهار فيه فمحتاجين شوية طاقة وشوية بهجة كمان تعالوا كمان نشوف عندها مكان خصصته للكوفي كورنر بكل المشروبات حتى عندها الأجهزة نفسها اللي هي اشترتها سواء مكنة القهوة أو كمان شفنا اللي هو الكاتل أو كل الأدوات اللي موجودة عندها معظم الموجات والكبيات والحاجات دي كلها بردو بألوان الروزات وبدأت إن هي تنظم معاها شوية من الديكورات بنفس الستايل مع اللون الدهبي كمان فإذا كان الشكل العام سواء الترتيبات اللي كانت عاملها على البار نفسه من برة أو كمان طريقة تنظيمها للأدراج والدولاب اللي حتى فيه بقية الأجهزة والموجات وفي الآخر طبعاً قدمت لنا المشروب بتاعها المفضل للقهوة فبرضو فكرة حلوة لو عندنا مساحة خصصناها للمشروبات وقدرنا إن احنا ننظمها ونعمل لها ديكورات بالشكل ده أكيد برضه تبقى لامسة جميلة عندنا نيجي بعد كده لديكوراتها كمان للحمام ديكورات مميزة لكل مكان موجود مش بس الحاجات الخارجية اللي هي دايماً بتهتم من نتخلي شكلها حلوة لا كمان الحاجات الداخلية الأدراج والدورف والحاجات دي لازم كلها ترتبات كلها منظمات بتقدر إن هي تلم وتنظم كل حاجة ويبقى شكلها طبعاً أحلى عايز أقول لكم كمان كان حد يكتيب لي مرة تعليق كانت بتقول مش فاكرة الاسم الجد بالزبط كانت بتقول حتى لو احنا مش بنستفيد من الفيديو بالحاجات يعني اللي فيها موجودة فيه ونقدر نحنا نطبقها كفاية نحنا بنمتع عينينا بالجمال اللي احنا بنشوفه عجبني جداً جداً التعليق بتاعها لإني كان طبعاً فيه تعليقات كتير ساعات بتقولوا إن السيدات بتبقى مستوية عالي كمان ففاكرة إن احنا بس يعني نغير ثقافات يعني احنا بنشوف من جميع الدول بنعرض من التركية والعراقية وبنعرض كمان للمغربية وبنعرض كمان للسيدات الأجانب بره روسيا وأسبانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا ودول كتير قوي بنشوف البرازيل بنشوف ماليزيا بنشوف من كل الدول حتى لوحدنا مش بنطبق الحاجة دي في بيتنا كفاية نحنا شفنا ثقافات مختلفة بأفكار مختلفة كفاية نحنا شفنا أجواء بيوت مختلفة المستوها عالي والمستوها متوسط والمستوها شبه حياتنا يعني بنشوف حاجات مختلفة وبناخد تركية إن شاء الله لو لقتها صغيرة أكيد ممكن نحنا نقدر نطبقها في بيتنا ونستفيد بها أحنا كمان تعالوا نرجع للفيديو تاني وإيه كمان طريقة الدكورات والأفكار الحلوة كمان عندها في الغرفة النوم هتلاحظوا إن معظم الحاجات اللي بتستخدمها زي ما قلت لكم الروزاتو بتستخدم كمان الحاجات الفرو كتير قوي سواء في الورد الورد نفسه مش بتستخدم الورد اللي هو الورد اللي بتستخدم اللي هو زي ما قلت لكم كاسمه وديل القطة ولا اسمه ايه عامل زي الصنبولة بتاعت القمح كده ويه كمان بتستخدم الحاجات الفرو كتير قوي في المفارش وفي السجاد اللي على الأرضيات يعني ليها ستايل معين كده بتحب إن هي تعمله في البيت عندها بحيث إن كله يكون في ماتش ما بينه وما بين بعض ويكون لايق مع بعض بكل التركيات اللي فيه ده هنا كمان عندها دي غرفة المكتب إن هي بتحب تعمل الشغل بتاعها يكون كل حاجة كمان تكون منظمة وكل أدواتها تكون موجودة عندها سواء كمان الترتيبات الخاصة بيها في الحاجات بتاعت الميكروف بتاعتها طبعاً وكمان الأدوات الخاصة بيه المكتب وذل ما شوفنا حطت جهاز الكمبيوتر وبدأت إن هي تنظم المكتب بتاعها وكمان عملت هنا مكان للمشروبات وبعض الدكورات اللي في الغرفة ككل اللي خليتها في الآخر كلها برضو شكلها متقلق جداً بكل لمساتها الجميلة اللي هي عملها تعالوا بعد كده كمان ندخل على تفاصيل بقى بيتها إزاي مع بناتها كمان خصوصاً إن هي عندها بنتين ما شاء الله توينز فأكيد طبعاً عندها مجهود مضاعف في حاجات كتير قوي خاصة بيهم زي ما هنا بدأت إن هي تنظم لهم الغرفة أو الدريسينج روم بتاعتهم الملابس طبعاً توينز هتلاقيكم كل حاجة فيها دابل كده على طول لازم وكمان بعض الدكورات الحلوة كمان شوفوا عملالهم حاجات فرش للميكتب كده يحبوا برضو إن هم يخلوا شكلهم أنيك زي مامتهم وبعض الدكورات كمان اللي بدأت إن هي تحطها بحيث إن تخلي شكل الغرفة كمان كلها ككل كده متقلقة سواء بترتيباتها زي ما قلنا أو كمان بالدكورات كل حاجة زي ما بقولكم موجود منها تنين وفي حاجات كمان هي مخصصاها بالإسم مكتوب عليها أسامي بناتها كل حد للإسم بتاعه ودي الفرش زي ما بقولكم إن هم أكيد طبعاً مش بيحطوا ميكتب بس إن هي بخلي لهم الغرفة شبه غرفة مامتهم أكنها غرفة كبار كده بالزبط ده هنا الدريسنج روم بتاعها كمان وبعض الترتيبات اللي بدأت إن هي تعملها فيه شايفين طبعاً الملابس كلها تقريباً درجات لون واحدة والحلوة إن هي دايماً عندها في كل مكان هي قاعدة فيه في البيت عندها زي ما شفنا غرفة المكتب وهنا كمان في غرفتها عاملة مكان للمشروبات حتى المشروبات بتاعتها وحتى الجهاز بتاع المشروبات سواء بقى الجهاز الكوفي أو الكاتل أو كده لازم إن هي تكون بتستمتع في كل مكان ومعاها الجهاز بتاع المشروبات بتاعها ده هنا برضو الأبكار، الدكورات، التنظيمات المختلفة لكل الأدراج وكل الأماكن وفي الآخر طبعاً زي ما قلنا المفارش الفر والدكورات المميزة اللي بتدفها لكل مكان عشان في الآخر يبقى عندها التريسنج روم بكل الجمال اللي احنا شايفينه ده كمان برضو زي ما بقول لكم الورد بتستخدمه على طول مش الورد التقليدي الشكل العادي بتستخدم كمان الريش الريش بتستخدمه بألوانه المختلفة عشان تحطه في الفوزات ويبقى شكل الفوزات كمان مميز بستايل واحد نيجي بعد كده إزاي بدأت تحضر لعيد ميلاد بناتها عندهم خمس سنين ربي كده يبارك في كل أولادكم ويحفظهم العمر كله يا رب وتشوفهم أحسر ناس بدأت أنها تحضر كل التحضيرات الخاصة بالعيد ميلاد من أول بقى الملابس، من أول الدكورات عملت كل الدكور تكون خاص بيه اليونيكورن بكل بقى التفاصيل الحلوة لبنات بتحبها إيه التوك والدكورات ويه كمان طريقة المشروبات والأكلات والحلويات والكاندي والحاجات اللي هيقدموها ويه كمان ده كان في الآخر كده إزاي هم بدأوا يستمتعوا بيوم مع بعض كأم وبناتها أن هم ينزلوا يقضوا يوم مع بعض من أول أن هم يشتروا إكسيسروز لنفسهم تكون شبه بعض ويه كمان يروحوا على البيوتي سنتر ويعملوا شعرهم تسريحة برضو تكون شبه بعض وبعدين يقضوا يوم مع بعض كده في الجاردين وخروجها تكون سعيدة ليهم يارب يحفظ كل أولادكم ده كده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم مع سيدة مختلفة رقيقة جدا وكل تفاصيلها قد إيه كانت مميزة وكانت حلوة بتمنى تكونوا أخذتوا فكرة كده من الفيديو لبعض الترتيبات والتنزيمات المختلفة وتنسيق الألوان إزاي تقدروا أن أنتوا تطبقوها في البيت إن شاء الله وتخلوا أحلى بيت في الدنيا نتقابل بكرة على خير في فيديو جديد وفي سيدة جديدة من جميع أنحاء العالم عشان ناخد ركات وحركات لبيتنا ونقدر نحن نخليه أجمل وأجمل أكيد بوجودكم الحلو دايما مشكوركم على حسن المتابعة تنسوش طايقاتكم قبل الفيديو ما يخلص ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله أحلى أميرات وسلام ترجمة نانسي قنقر